الى قصر بلاتيزلافا التاريخي على أوروبا عدم مواصلة النوم والسير في الطريق الخطأ خلال اجتماعهم في قاعة القصر ناقش رؤساء حكومات الدول السبعة والعشرين مستقبل الاتحاد ومن الواضح أن بريطانيا ليست الوحيدة غير الراضية عن وضعها داخل الاتحاد الأوروبي فالمعضلة الأساسية تتعلق بسياسة الهجرة والتركيز منصب على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي تواجه انتقادات في هذا المجال غير أنها تطالب بتكثيف التعاون يجب أن لا ننتظر من القمة أن تحل مشاكل أوروبا فنحن في مرحلة حريجة والأمر هنا يتعلق بتحسين الوضع من خلال العمل يسعى المشاركون في قمة براتيزلافا إلى أظهر تمسكهم والتركيز على القضايا التي تتفق حولها دول الاتحاد لا يمكن لاتحادنا البقاء إذا لم يكن لدينا نظام دفاعي مشترك وفي هذا الإطار تتحمل فرنسا العباء الأكبر لكن ليس بمقدورنا أن نكون الوحيدين ولا نريد ذلك التعاون الأوروبي القوي في مجال الدفاع كان من القضايا التي رفضتها بريطانيا باستمرار ولكنها الآن غير موجودة في هذا الاجتماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر